هي مباراة الموسم بالنسبة لي مباراة أو مباراة الترجي والأهل في رادس ومباراة العودة في البقائرة هي مباراة أو هما مباراة الموسم المباراة يعني حصيلة التعب بقى في بطولة أفريقيا السنة دي والوصول للمباراة النهاية بعد مشوار صعب جدا ومواجهة فرق قوية جدا بحجم ماسينبي وبحجم سينبا أو في دور المجموعات أو المواجهات اللي انت لعبتها هتكلل مجهودك كله بقى بالتعب اللي انت عملته على مدار السنة بالفوز بالبطولة بطولة بقيت بالنسبة لجمهور النادرية اللي هي رقم واحد جمهور النادرية دي وقت بقى على طول طموحه ان احنا ناخد دورة بتالأفريقيا بطولة بتوضاف للأرقام القياسية اللي انت بتحققها يعني منو الجزيلة لما جيه خد بطولتين دورة أفريقيا بعد 2005 و2006 موسيماني لما جيه خد عشرين وعشرين وواحد وعشرين فان شاء الله يبقى الموضوع يعني كمان لكلر بإذن الله ياخد بطولة السنة اللي فات أمام الوداد والبطولة السنة دي ويكمل النهك كلر يستحق البطولة دي لانه تعف فيها جدا هو وجهازه الفني لعبت النادرية اللي تستحق البطولة دي لانهما تخطوا فرق زي بولا حرك كبيرة جدا وليها باع وتاريخ في بطولة افريقيا جمهور النادر الأهلي يستحق البطولة دي اللي كان دعم لها من أول مباراة لحد مباراة مازينبي والملحمة الجميلة اللي عملها جمهوري الأهلي ان شاء الله تتكرر في مباراة العودة هنا قدام الترجي فبطولة غالية جدا ومتشمهمين جدا قدام فريق كماعي قدام فريق تطور بشكل رهيب في البطولة يعني بدأ مش أحسن حاجة ابتدى يعني البطولة مش بشكل كويس المدير الفني اشتغل عليهم كويس كون انه هما يتخطط الفريق سانداونز بإنجازاته بأرقامه بالمدير الفني بتاعه بلعبته بالفوز ذهاب وعودة واحد صفر ده بيأكد ان فريق ترجي فريق جيد وجماعي وعنده عناصر قوية جدا عنده يعني لعيبة تمتلك من الخبرات وعنصر الشباب يعني فيه ميكس كده في الفرقة فمطشين صعبين جدا وان شاء الله بإذن الله النتيجة بتاعة المطش الأول تسهل علينا مباراة العودة ونتوج يعني بالأميرة الأفريقية في الآخر